تحية عراقية تحية عراقية وسلام المسيح معاكم وأهلا وسهلا بكم هاليوم ويتأملنا عن شخصية من شخصيات الميلاد هاليوم بنعمة الرب رح نتكلم عن شخص المسيح يسوع نقرأ بعض الآيات الموجودة في أناجيل مكتوب فستلت ابن وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم فقال له الملاك لا تخاف يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب المسيح يسوع هو أساس ومركز الميلاد هو المخلص المنتظر هو اللي كتب عنه موسى والشريعة والأنبياء بدون المسيح ماكو لا إيمان مسيحي ولا ديانة مسيحية ولا أي فكر مسيحي بدون المسيح ماكو خلاص المسيح اللي نتكلم عنه هو أعظم شخصية عرفته التاريخ المسيح هو فريد في ميلاده ميلاده من العضراء مريم ميلاده بالإعلانات اللي كانت تجي بوقت الميلاد هو فريد في مؤجزاته من تقرى الأناجيل بتشوف مؤجزات المسيح اللي كان بيسويها بكلمة من عنده بلمسة من عنده بأي موضوع كان بيعمل كان بيصير مؤجزة المسيح هو فريد في تعاليمه المسيح تجي تتعلم من عنده هو كان مثقف وكان بيعلم المتعلمين كان عنده تعليم وتعليمه لحد هذا الوقت محتاجين في العالم هو فريد في حكمتهم كان عنده كلي الحكمة ياما مراد يجوي وحاربوه ورادوا أن يوقعوه بغلطة كان دائما عنده الحكمة في الرد هو فريد في حبه حب المسيح كان كبير وبعده عظيم هو فريد في غفرانه تصور هو على الصليب وبيطلب الغفران للأشخاص اللي صلبوا هو فريد في قداسته ونقاوته معمل ولا خطيئة لا بالفكر لا بالقول ولا بالعمل هو فريد في النبوآت اللي تكلمت عنه في الكتاب المقدس في العهد القديم في المئات من النبوآت اللي تنبأت عنه هو بصراحة فريد حتى بهذا الوقت في كمية الكتب اللي كتبت عن الرب يسوع المسيح هو فريد في رسالته بل هو الرسالة نفسه هو كان الرسالة نفسه هو فريد في تنبؤاته عن نفسه بموته بوقت الموت وبوقت القيامة هو مستحق أن تتبعه وتأمن به وتخلي كل حياتك وثقتك به هو المستحق أن ميلاده يقسم الزمن قبل وبعد الميلاد اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم هو الوحيد اللي بيعطيك السلام والراحة هو الوحيد اللي حبك ومات وقام على مد انت وانت يتعيشين هو المستحق أنه هاليوم نحتفل بي نحتفل بميلاد المسيح نحتفل بذكرة ميلاد الرب يسوع المسيح يجى من السماء لكي ما ينزل على هالأرض ويعيش من أجل أنه احنا يكون عندنا الحياة الأبدية يموت ويقوم احنا يكون عندنا علاقة مع الله وترجع لنا الإنسانيتنا وترجع لنا العلاقة ونرجع نكون أولاد وبنات للرب هو الوحيد اللي مو بس نتذكره لكن يكون هاليوم مخلص وملك على حياتك صلي هالصلاة القصيرة ويايا صليها بإيمان يا رب يسوع باقبلك مخلص على حياتي ادخلي لقلبي وغيرني وساعدني أنه احتفل بميلادك مو بس هاليوم لكن كل الأيام الجاية أنك أنت ولدت في حياتي أنت ربي ومخلصي باسم المسيح وصلي أمين أمين الرب يبارككم وكل عام وأنتم بألف ألف خير عيد ميلاد مجيت والرب يبطيكم نعمة وبركة بهذا اليوم والأيام الجاية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا